موسيقى نهاركم سعيدوا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم مراسلوا التربوية يوم جديد بيجمعنا فيكم على شاشة الفضائية التربوية بدنا نتمنى من خلال هذه الشاشة كل التوفيق والنجاح لطلابنا لعامي أدموا امتحاناتون سواء للتعليم الأساسي والثانوية العامة بكل فروعة رح نكون معكم مثل العادة بجولة ميدانية مع مراسلين بمحافظاتنا السورية لنصلت من خلال الضوء على الواقع التربوي والتعليمي في المحافظات وحلقتنا مخصصة لواقع العملية الامتحانية ومتابعة الامتحانات وأيضا أمور تخص عمليات التصحيح بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا فيكم عن جديد رح نكون معكم مشاهدين بمتابعة ميدانية وجولة عبر كاميرا مراسل التربوية لرصد واقع سير عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية مثل ما ذكرنا ومثل ما شفنا بالحلقة الماضية خلية عمل مستمرة والعمل قائم على قدم وساخ في كافة مراكز التصحيح المتواجدة على امتداد هذه المحافظات الغالية بالبداية يسمحوا لنا نحيي زملائنا لرح يكونوا معنا بجولتنا لليوم ابتدي من عند صفاء حشيش من درعا وضياء قدور من حلب لياس إيشو من القامشلي ووليد سلطان من حما وسماهر دانون من السويداء وانوروانوس من حمص كل تحيي الكنزومة لنا ونهاركم سعيد يا رب مثل ما لنا مشاهدين البداية رح تكون من القامشلي مع زميلنا لياس إيشو رح يكون معنا في تغطية أجواء سير عمليات التصحيح للأوراق الامتحانية في القامشلي نتابع نعم تحية لكم مشاهدين تحية لكل مشاهدي التربوية السورية ولكل الزملاء في مراسل التربوية اليوم سنكون معكم برسالة خاصة من مدينة القامشلي للحديث عن سير العملية الامتحانية في مدينة القامشلي أنا متواجد الآن في مدرسة زكي الأرسوزي ونحن نتابع سير العملية الامتحانية منذ البداية وحتى إن شاء الله نحن على أبواب انتهاء العملية الامتحانية في كل المحافظات السورية نتحدث عن خصوصية محافظة الحسكة والكثير والعديد من المشاكل والعراقية التي تواجهها ولكن جهود وزارة التربية مشكورة ومدرية التربية في محافظة الحسكة طبعا هي جهود جبارة وتقدم للطلاب لاستكمال وسير العملية الامتحانية بشكل إن شاء الله ميسر وتسهيل كل العقبات وتخفيفها على الطلاب لإتمام هذه الامتحانات بكل خير وسلامة طبعا لتفاصيل أكثر والحديث أكثر عن سير العملية الامتحانية وكل ما رفقها من تفاصيل مهمة منذ التحضير وحتى يومنا هذا يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عيسى الأحمد المدير المساعد للثانوي في محافظة الحسكة في مدينة القامش تحديدا سيكون معي الأستاذ عيسى الأحمد للحديث أكثر حول العملية الامتحانية وسيرها في مدينة القامش ونحن نعرف كما ذكرت قبل قليل جهودكم المشكورة والحثيثة لتدليل كل الصعوبات وتقليلها ونحن نعرف بأن محافظة الحسكة بشكل عام للأسف خرجت عن الخدمة الكثير من المدارس ولكن اليوم بجهودكم العملية الامتحانية تسير ضمن ضوابط وشروط معينة وحتى الآن إن شاء الله نود من حضرتك كل التفاصيل التي رافقت التحضيرات حتى يومنا هذا وأيضا المخالفات والضبوط وكل ما رافق العملية الامتحانية حتى اليوم تفضل تحية لكم تحية للتربية السوية تحية للوطن ولقائد الوطن نحن بدأنا كمديرية تربية الحسكة لإعداد والتجهيز لامتحانة الدورة 2022 والحمد لله هذا العمل جاري قبل بدء الامتحان مدة شهر في محافظة الحسكة كمديرية تربية الحسكة ومراكزة امتحانية أدنها هي في مدينة الحسكة ومدينة القامشلي الاستعدادات تم استكمالها كلها من التجهيز البيئة المادية للطلاب من مقاعد ومراكز امتحانية كاملا وتجهيز قرطاسية بكامل لمدينة الحسكة والقامشلي ونحن حاليا في مدينة القامشلي هذه المدينة تم تجهيز لها كامل المراكز بشكل كامل وكان على هبة الاستعداد بمع بدء الانطلاق العملية الامتحانية فإضافة إلى ظروف المادية التجهيزة كذلك الأمر تجهيزة من مندوبين ورساء مراكز وأمنا سر ومراقبين والمراكز عدنا شملت بمدينة القامشلي مدينة وريف نتيجة هناك العديد من المدارس خروجها عن سيطرة الجيش العرب السوري تم وضع المراكز الامتحانية تحت سيطرة الجيش العرب السوري قسم منها في مدينة القامشلي والقسم الآخر في الريف القامشلي طبعا هذا الامتحان التنويل العامة كلتا في مدينة القامشلي الأساسي قسم في مدينة القامشلي وقسم في ريف القامشلي والحمد لله تم التجهيز بشكل كامل حتى على مستوى المدينة والريف وهناك أوجدنا وسائط نقل لنقل المراقبين من مركز الأرسوزي ومركز القيادة والمتابعة هنا للعملية الامتحانية إلى الريف ذهابا وإيابا تأمين المراقبين وسائط نقل ورأساء المراكز ومندوبين وأمناء سر فالحمد لله صارت الامتحانات بشكل جيد رقم أن هناك الحسكة ما تعانين من تعانين وكأن الطلاب يأتون من المالكية من الجوادية من القحطانية من درباسية من حامودة بحدود مسافة 200 كم حتى يأتي يتقدم إلى امتحانات في مدينة القامشلي وهذا إذا دل على شيء يدل أن هناك الأهالي الإصرار والتحدي من قبل الأهالي والطلاب على المتابعة والسير لدراسة مناهج الجمهورية العربية السورية ولنيل الشهادة السورية لأنها هي شهادة ما زالت تحافظ على سمعتها وقوتها في بلدان العالم فالحمد لله الامتحانات تصير بشكل جيد كل هناك تم تطبيق التعليمات الامتحانية بشكل عام وكل من يخالف هذه التعليمات الامتحانية تطبق بحقه حسب المخالفة التي يرتكبها سواء كانت بالنسبة للتلميذ أو الطالب أو بالنسبة لمراقبين أو رأساء مراكز أو خلال وهذه التعليمات الامتحانية كل مخالفة لها هناك مخالفات رادعة لهذه القضية لأن هذه الامتحانات حتى يكون هناك تكافأ في الفرص ومساواة بين التلاميذ والطلاب وإضافة أنه حتى تنبقى المحافظين على الشهادة السورية في بلدان العالم نعم أستاذ لو تحدثنا أيضا عن الضبوط والمخالفات التي رصدتموها وتابعتموها خلال العملية الامتحانية نعم هناك كان هناك في عدة ضبوط ضبطت هناك عدة موبايلات في خلال مواد متفرقة هذه الضبوط الموبايلات تم ضبطها وقسم منها قسم تحول للأمن الجناء إذا كان وهناك ضبوط تم هناك في وجود انتحال صفات الطلاب يتقدمونها الطلاب آخرين كمان تم ضبط هذه العمليات وحالة إلى القسم المختص لردع هذه القضية وأخذ نيل العقوبة المستحقة بما يخصهم هناك بعض القصاصات الورقية بعض المسقرات كذلك الأمر بشكل عام الامتحانات جيدة وتسير بشكل جيد وجميع التعليمات الامتحانية مطبقة بشكل جيد في مدينة القامشي شكرا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لكم وتحية لتربوية السورية ولكل الجهود التي تبدل من أجل نجاح العملية الامتحانية في كل سوريا شكرا أيضا مشكورة شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أيسا نعم مشاهدينا طبعا هذه كانت رسالتنا اليوم من مدينة القامشي تحديدا من مدرسة زكي الأرسوزي وكما تابعنا كل التسهيلات والجهود التي تبدل من قبل مديرية التربية في الحسكة لتقديم كل ما هو جيد إن شاء الله لسير العملية الامتحانية بشكل آمن مع ختام هذا العام الدراسي عودة إليكم مشاهدينا وأيضا زملائي في الستوديو شكرا لك زميلنا يا سيشو كنت معنا من الحسكة وضعتنا في أجواء عمليات التصحيح وأيضا بشأن المخالفات لتم ذكره نتمنى الطالب ميضية حصيل التعب سنة كاملة وحتى استنفار الأهل فيما يخص عملية مخالفة بسيطة يمكن أن يحرم من خلال العملية الامتحانية يرجع الانتباه إلى هذه التفاصيل المهمة يعني جهد الطالب يثمن ويقدر يجب أن تكون هذه الامتحانات حصيل التعب خلال العام الدراسي ولا يضيع هذا التعب بمخالفات ممكن أن تذهب بسنواته الدراسية رح نكمل معكم مشاهدينا وننتقل إلى حما مع زميلنا ولي السلطان لرح يكون معنا في إضاءة على أيضا صير عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية للشهادة الثانوية للتعليم الأساسي والجدير بذكر مشاهدينا أن مديرية تربية حما خصصت خمس مراكز لتصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي خلونا نشوف تفاصيل أكثر مع زميلنا وليد نعم تحية لكم زملائي في السود المركزي ومن خلالكم أتوجه بالتحية الطيبة للسادة المشاهدين نحن لازم نرصد للعملية الامتحانية لدورة عام 2022 بشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة نحن صار كثير تساؤلات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي عن مادة الرياضيات في شهاد التعليم الأساسي والثانوية العامة لتوضيح لسادة المشاهدين والطلاب والأهلي هون رح نطرح السؤال لأستاذ فارس مصطفى ممثل فرع مادة الرياضيات بحماء والموجه اقتصاصي لمادة الرياضيات في مديرية التربية حتى يوضحنا ويطمن سادة المشاهدين والطلاب عن وضع الأسئلة والسلم تصحيح يعطيك العافية أستاذ فارس مصطفى حكينا نحن صفحات التواصل الاجتماعي تجد في وضع السؤال الرابع أو الخيار الرابع بمادة الرياضيات شو منوضح لسادة المشاهدين نعم بالنسبة للطلاب الرابع من السؤال الأول بشاة التعليم الأساسي كان عبارة عن اختيار المتعدد أهليتي للاختيار المتعدد أما عملية الحل من مرحلة واحدة أو استبعاد الإجابة الخاطئة طبعا إذا فكرنا لحنا أنه بينحل معنا من مرحلة واحدة نعم ما بينحل لكن عمليا باستبعاد الإجابة الخاطئة بينحل معنا مباشرة على كل حال هو سؤال ما في شي صحيح مية في المية وتموا رعاة هالموضوع هذا بمناقشة السلالة وإن شاء الله منطمن أعزائنا الطلاب ومنطمن أهاليهم أنه ما حينظلموا بالنسبة لشهاد التعليم السانوي تم مناقشة السلالة في دمشق خلال ثلاثة أيام ومن ثم وضعنا الطرق المختلفة لحل معظم أو جميع التمارين يعني معظم التمارين فيه إلى أكثر من طريقة حل ورعينا فيها هون لحني الطرق الجديدة وفي حال ورود أي طريقة جديدة عمنا تم هلأ مباشرة تم تسجيلها وتوزيع علاماتها ومنبعثها على مجموعة السلالم للوزارة مشان تتعمم على بقية الفروع منطم الأهالي أنه السلوم كان عابي راعي الطالب بشكل جيد مثل ما كن شايفين نحن موزعين بإمكانه أنه موزعين نحن الأجزاء نتبهوا درجتين درجة ثلاث درجات الطالب بمكانه فلها علامة ومحسوب حسابها إن شاء الله إن شاء الله نسبة النجاح هتكون أحسن من النسبة اللي صارت بالعينة كانت 76% وهي نسبة ممتازة جدا ما نأمله أن تكون أكثر من ذلك بالتوفيق للجميع إن شاء الله وكونوا على ثقة أنه ما حينصلم ولا طالب بإذن الله شكرا أستاذ فارس طبعا من أستاذ فارس بديتين كمان لأحدى الزميلات المصحيحات بدي إليك أعطيك العافية مراحل تصريحنا كما المعروف يتمر بعدد مراحل هون مرحلة اللي انتي ماشية فيها تدقيق زميلاتي بصححوا بتمر الورق لعندي أنا بقارن بين العلامة اللي عطينوا إياها والإجابات المكتوبة وبقرر إذا كانت صح طبعا فورا منعطي علامته من خلال هلأ هيك المرور الصفحات اللي مرت عليك كيف نسبة النجاح أو الإجابات الصحيحة ما شاء الله يعني الحمد لله في إجابات كويسية وإن شاء الله نسبة النجاح عالية إن شاء الله تكون السنة يا رب نسبة الخطأ هلأ بعد ما تمر مراحل كيف نسبة الخطأ ما نقدر نحددها هلأ بإمكاننا نقول أنه نسبة الخطأ إن شاء الله شبه المعدومة كون الورقة عم تمر على مصحح مدقق مراجع فنحن يعني الحمد لله عم نقوم بواجبنا على أكمال وجه ديك أعطيك العافية طبعا هاي رسالة تطميم من زميلات المصحح حات أني الورقة بتمر كذا مرحلة حتى الطالب يطمن ودائما الأهل مشغول بالهم أني يا أخي ترى سلم التصيح جيد أما لا أكدوا لي كل شيء عم نلتيب معه أني سلم التصيح جيد برأي الطلاب ورجوك يعطيك العافية أهلا أستاذ واليدة تعرف عن مرحلة العمل اللي عم تقومي فيها أهلا وسهلا طلعنا على مناقشة السلالم بالشام وبعد ما رجعنا وزعنا السلالم على المدرسين ووزعنا اللي جان بتم التصحيح ثم التدقيق ونحن بعدهم مراجعين نحن منصق المادة هلأ كمان نحن دائما سألت السؤال أكتر من مرة نسبة العينات اللي أخذت ونسبة نجاح كيف كانت نسبة رائعة وكان في علامات تامة طبعا أكتر من علامة تامة مرأت معانا والعينة كانت رائعة حتى اللي مو علامة تامة كان في علامات عالية جدا جدا السلم جدا رائعة ومستويات جميع الطلاب إذن هاي رسالة منك كمان وجهة للأهل يطمنوا ولادهم يتابعوا المواد التاني بكل أريحية طبعا مستوى الأسئلة كان جدا رائع والسلم رائع جميع المستويات ولمصلحة الطالب كان بشكل رائع بدي لك أعطيك العافية شكرا طبعا بدي كمان حتى شكل أو نوع الأراء شوف زملاء المصاححين كيف عما يصححوا بدي لك يعطيك العافية أستاذ هلا نحن سألنا زملاء مراحل تصيحة متمر كذا مرحلة حضرتك بخلال تصيح الأوراق شو لقينا المستويات والطلاب والله المستويات متفاوية بشكل عام يعني في إجابات كثيرة علامات تامية وفي إجابات كثير حكي شو وضع هون بخلال تصيح كل الإجابات هلا يعني نحن مصلحين هون السؤال رقم 11 نحن ما مرينا على السؤال الرابع نحن نحن السؤال إذا كل سؤال على لجنة مشكل حتى هاي كمان منك رسالة السؤال عبي تم في كل الجوانب بالضبط صحيح يعني نسبة الخطأ بالتصيح بشكل عام ما فيه كونوا كل سؤال مشكل لجنة كل سؤال مشكل لجنة فنسبة الخطأ يعني تكاد تكون شبه معدومة هل فيه شي مثلا صدفة شي خطأ تناقش وتوزه لك من خلال التصيح فلا السلم مراعي يعني الطلاب بشكل كبير يعني فأخطاء ما عم تكون كثير إنه خرج السلم ولا هيك لا الأخطاء كلها ضمن السلم بدي لك يعطيك لعافية طبعا هي كمان رسالة التطمين رح ندخل لقاعد ثاني حتى نرصد باية الآراء ونشوف كل الزملاء ما يحكوا بمادة الرياضيات طبعا زملاء متما ملاحظين نحن عم يتم مناقش السلم حتى أي شي غامض على الزملاء مصاححين بيتم توضيحه حتى يكون الحقيقة تمت مناقش السلم وتم توزيع المجموعات على طبعا على الأسئلة طبعا هناك ارتياح من قبل المصاححين للسلم وأيضا الأسئلة كانت مناسبة متنوعة يعني لا يوجد هناك أي مشكلة بالنسبة لها التصحيح بدأنا اليوم بأعمال تصحيح مادة الرياضيات إن شاء الله خلال يعني مدة أسبوع وعشر أيام نكون إن شاء الله انتهينا من تصحيح هذه المادة نطمن أهالي أن السلم لصالح الطالب وإذا كان هناك أي إجابة لا غير موجودة في السلم يمكن مناقشتها مع التوجيه الاختصاصي والتوجيه الأول في الوزارة واعتمادها ومن ثم توزيع على المحافظات في حال اعتمادها من التوجيه الأول إذا نسى زحيح هي رسالة تطميم من حضرتكم الممصاححين يتطمنوا الأهل والطلاب على وضع الأسئلة نعم نعم والتبنيات التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطالب بديشكر أشكر متابعتك الميدانية لمركز التصحيح طبعا زملاء بدي كمان ناخد رأي أنسات المصاححين بدي إذا أنا عم نسأل السؤال ورقة الإجابة هي محط اهتمام الزملاء شو عم نلاقي الإجابات مستوها تقريبا ماشي حام يعني نحن هاد السؤال اختياري في ناس حالين وفي ناس لا طبعا متماع الزميلتك بديك كمان تحكي لي الإجابات كيف لأيتو أنتو خلال تصحي مستوى الإجابات متفاوت فيه ممتاز فيه جيد فيه وسط كل طالب حسب مستوى يعني بس الإجابات جيدة لحدها لا يعني نسبة النجاح من خلال العينات لأختوى العينة قليلة يعني بس فيه نسبة نجاح ممتاز يعني عم تقول 70-75% طبعا نحن نشكر كل شي التقينا فيه نحن يعطوا رسالة تطمين للطلاب وللأهل مستوى الأسئلة مراعي لكل الفروقات الفردية نالكم فكرة عن مركز تصحيح مادة الرياضيات اللي صار كثير تساؤلات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والحمد لله كل شي التقينا معه عطى تطمينات للطلاب سلم تصحيح براعي كل الفروقات لكم من التحية أنا ولي السلطان ومن خلف الكاميرا زميلي حكم حموي بنعود إلى حضراتكم في الاستدام المركزي شكرا جزيلا زميلينا ولي السلطان كنت معنا من حماوى للمصور المتواجد معك يعني فعلا هذه الرسالة تطم أن الأهل عندما يطلعون على سير عمليات التصحيح وخاصة في مركز الرياضيات ويطلعون أيضا من خلال المصححين أنه العلامات هناك علامات عالية وأجواء جيدة ومن خلال يعني السؤال يمر على أكثر من شخص للتصحيح يطمأن الأهل أنه أبناءهم بأياد أمينة وأحتمال الخطأ هو احتمال قليل جدا إذا لم يكن معدوم ننتقل معكم مشاهدين من حماوى إلى حمص مع زميلتنا نور والنوث اللي راح تكون معنا في إضاءة على أجواء سير عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية ولكن من حمص إليك زميلتنا نور تحية لكم زملاء في الاستوديو وتحية لكل مشاهدي التربوية السورية نحن الآن متواجدون في أحد مراكز تصحيحة الأوراق الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية ووفي ثانوية خالد من الوليد حيث تستمر مدرية التربية بتصحيح الأوراق الامتحانية لشهادت التعليم الأساسي والثانوية وفق السلالم الموضوعة من قبل التزام بالدقة والموضوعية ومبدأ تكافؤ الفرصة ليأخذ كل طالب حقه في العلامات للحديث أكثر عن استمرار عمليات التصحيح نلتقي مع الأستاذ وليد المرعي وهو مدير التربية في مدينة حمص من رحب فيك أستاذ وليد يعطيك العافية يعطيك العافية أستاذ وليد أهلا وسهلا أستاذ وليد مثل ما نشايفين تستمر عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية لشهدتي التعليم الأساثية والثانوية تحكينا بعد أسبوعين من التصحيح كيف تجري عمليات التصحيح حتى الآن أولا لا يعطيك العافية وشكرا كتير لها الإضاءة على مراكز التصحيح طبعا نحن لدينا خطة وزارية أو برنامج وزاري من أجل تصحيح أوراق الإجابات للثانوية العامة والتعليم الأساسي العمل كما تلاحظين على قدم الوساط الأمور تحت السيطرة وفق الخطة الوزارية وقد أكدنا أكثر من مرة على التقيد بالسلم بشكل حرفي من أجل عدم ظلم أحدهم أيضا بالنزاهة بالعمل وأخذ المستوى العلمي أو المستوى العمري للطالب يعني المدرس المجاز أو المعوى دراسات عليا ما ياخد على مستوى الهوة ياخد على مستوى العمر الطالب إذا كان تعليم أساسي أو باكالورية أستاذ وليد فينا نقول العمليات التصحيح تجري على قدم المساق مثل ما شفنا سوف تنتهي عمليات التصحيح في الوقت المحدد إن شاء الله نحن وزملائنا طبعا مثل ما عمد الله زماعة من أصير نحن حاولنا يوم الجمعة والسبت عام نأمن لهم النقل من خلال الباصات أو الميكروباصات اللي عنا بالتربية أسطول التربية وإن شاء الله شوفي مجال للمساعدة نحن بدنا نقدم له للمساعدة إن شاء الله بالتوفيق ويعطيكم عافية أستاذ كل الكوادر العاملي في عمليات التصحيح شكرا لكم والله يعطيك العافية أستاذ إذن رحنا نلتقي أيضا الموحدون المساعدين يعطيك العافية يعطيك العافية لا فيك أهلا وسهلا تحكي لنا اليوم أنتو عم تجروا عمليات التصحيح كيف تحكي لنا كيف الأجواء كيف عم تكون عمليات التصحيح كيف عم تكون الدقة بعمليات التصحيح هذا الموضوع جدا مهم الحمد لله تمام الأمور يعني ماشي والتصحيح ممتاز ويعني فيئة الرياحية ونحن نشكر الأستاذ وليد المرأة اللي عم بيأشرف علينا هو وكل الزملاء اللي موجودين هوني عنا والأمور تمام يعني وإن شاء الله بالتوفيق لكل إن شاء الله يعطيك العافية أهلا 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 حضرتك أنت متقيقة هون كيف عم يكون عملية تدقيق أوراق التصحيح يعني الحمد لله في التزام كامل بسير العملية التصحيحية في التزام كامل باستلم الوزارة المصححين يعني الهدف الأول والأخير لإلون أن الطالب يحصل على العلامة عادلة ما في ظلم إن شاء الله ومثل ما يكشافي الأستاذ وليد المرأة مشكور يعني متابع للعملية الامتحانية لسير العملية بمراكز التصحيح وإن شاء الله يا رب توفيق لكل الطلاب أهلا شكر موصول لكل الجهود أهلا يعطيك العافية أستاذ تعرفني على حضرتك نصر ربيع موجة اختصاصي حضرتك هون مشرف الفرع متواجد الفرع بسنوية خالد كيف عم يتم تنسيق عمليات التصحيح التطقيق كيف عم تمشي التراتبية التسلسل بحيث أن الطالب يأخذ العلامة مثل ما قلنا بشكل عادل والعلامة اللي بيستحق طبعا عملية التصحيح بتمر بعدة مراحل في البداية يعني بيستلموا المدرسين المغلفات بيقوموا بترقيم الأوراق وبيعدها بشكل نظامي بعد ذلك يعني المدرسين اطلعوا على السلم وتموا نقش السلالم قدام كل المدرسين بعدها بيبدأوا المدرسين بعملية التصحيح طبعا عملية التصحيح بتمر بعدة مراحل أول شي في عندك مصحح فيه مدقق وفيه مراجع وفيه آخر شي مراجع نهائي للورقة الامتحانية قبل ما يبدأ يعني تدقيق الجزئيات وجمع النتيجة النهائية قداش مهم يكون فيه تنسيق بين بين كل الموجودين بعمليات التصحيح مثل ما قلنا لضمان علامة عادي للكل طالب أكيد نحن تم تنبيه المدرسين بدرورة مراعاة الدقة العلمية في أثناء عملية التصحيح إعطاء كل طالب حقه يعني بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع شكرا لك أسران أهلا فيك نحن نلتقي أيضا أحد المصححين المصححين هون يعطيك العافية أستاذ يعطيك العافية أستاذ يعطيك يا رب الله يسلمك مصحح مصحح أم مدقيق 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 للمادي تحكي لنا كيف عملية التصحيح التدقيق قداش مهم عملك اليوم كمدقيق لورقة الامتحان أيضا هي عملية بتنبيه بمراحل كثيرة بحيث أن الطالب ما يخسر أي درجة يعني بتنبيه مراحل من تصحيح وتدقيق وتدقيق تاني لعدة مراحل بحيث أن الطالب يأخذ حقه على أكمل وجه بالمادي ما يخسر أي شيء من تعبه نعم كيف مهم هذه العملية اللي عم تقوموا فيها اليوم ضمن هذا العمل اللي فينا نقول أنه عمل جدا مهم مثل ما قلنا بالنهاية المحصلة هي أنه يأخذ لكل طالب حقه بالعلامة العملية كتير مهمة العملية كتير مهمة يعني عملية ضمن يعني العملية التربوية العملية أنه الطالب بعد هالجهد عمله كامل سني كاملي من التعب والجهد بدراسته أنه يأخذ علامته اللي بيستحقه أنه يأخذ العلامي اللي بيستحقه والأساسي كل يالتون عم يقوم بدور بتصحيح برد المدقق برد فيه مدقق تاني للمادي بحيث ما يضيع الطالب أي جزء من علامته ويأخذ تعبه على أكمل وجه يعطيك العافية بدورنا أيضا منوجه تحييه لكل المعلمين والمعلمات اللي عم يقوموا بعمليات التصحيح أيضا شكرا إلىك أستاذ سلميك الله إذن مثل ما أنا شايفين مشاهدينا عمليات التصحيح في هذا المركز تجري بأجواء مريحة ومناسبة مع توخي مثل ما إلنا ودق وأيضا نوهوا الأساتي دي هون تجري بالعمليات التصحيح بدقة وموضوعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب لينال كل طالب حقه في علامته نتمنى بدورنا أيضا التوفيق والنجاح لكل طلابنا في محافظة حمص وفي كل المحافظات السورية عود لكم زملاء في استوديو التربوية شكرا لك زميلتنا نور والنس كنت معنا من حمص وأيضا أطلعتنا على سير عمليات التصحيح في هذه المحافظة وشفنا أجواء هادئة أجواء مريحة وشفنا التزام واتمؤنان من قبل يعني طمأن والمصحيحين الأهل أن الأوراق بأياد أمينة والطلابهم أبناؤهم فلا خوف أبدا على علامات أبنائنا لم يبقى إلا الجد والاجتهاد لطلابنا خاصة في الأيام المتبقية أن يستغلوا كل دقيقة من أجل تحصيل أعلى العلمات ننتقل معكم مشاهدين من حمص إلى حلب مع زميلتنا الضياء قدور اللي راح تكون معنا في متابعة لسير عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية في حلب نتابع تحية لكم زملائنا بالاستوديو تحية لمراسلين التربوية بالمحافظات السورية وتحية الأجمل دايما لمشاهدين ومتابعين شاشة التربوية السورية نحن متواجدين معكم حاليا بأحد مراكز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية والتعليم الأساسي بمدينة حلب حتى نحكي عن عملية التصحيح والآلية المتبعة فيها والمراكز بداية راح يكون معي مدير التربية بحلب الأستاذ المهندس مصطفى عبدالغني يسعي دواتك أستاذ مصطفى دواتك أهلا وسهلا الله أعطيك العافية أستاذ مصطفى بداية نحكي عن بدأ عملية التصحيح بمدينة حلب طبعا كما ذكرت بدأت عملية التصحيح فور انتهاء للطلاب من تقديم الامتحاناتهم سواء للشهادة الثانوية أو شهادة التعليم الأساسي في محافظة حلب تم تجهيز ثلاثة مراكز هذه المراكز تم إعدادها لوجستيا بحيث زملائنا المدرسين يكون مرتاحين نفسيا وجسديا ليتمكنوا من التصحيح بدقة وأعطاء كل طالب حقه الكامل الآن نحن في أحد مراكز التصحيح هذا المركز خصص لمادة اللغة العربية الزملاء كما تلاحظين الكل ملتزم الكل متعاون يعملون بروح الفريق حاليا يقومون بتصحيح مادة اللغة العربية طبعا لجان متعددة سواء تبتدئ بالفتح الأوراق ومن ثم التصحيح كل لجنة مخصص لها سؤال ومن ثم عمليات التدقيق والمتابعة اليومية كل طالب سيأخذ حظه الكامل وحقه الكامل الزملاء كلهم متعاونون المراكز حاولنا وسعينا لأن تكون جاهزة بكل ما يلزم كما ذكرت لكل ما يلزم بحيث تكون مريحة وهادئة وآمنة ليتمكن زملائنا المدرسون من إتمام العملية بالسرعة والدقة المطلوبة أستاذ مصطفى إلا قلت حضرتك أنه في عنا ثلاث مراكز كل مركز مختص بمواد معينة ولكيف يتم التوزيع تماما هذا المركز تم تخصيصه لمادة اللغة العربية مادة اللغة العربية تتطلب جهود كبيرة وعدد كبير من المدرسين مركز آخر معهد الاقتصاد المنزلي أيضا تم تخصيصه قسم لمرحلة التعليم الأساسي وقسم للجغرافيا والتاريخ هنا نفس المدرسين تقريبا بيكونوا مع مشتركين مع مادة الاجتماعيات بالنسبة للتعليم الأساسي ولدينا مركز مدرسة السيدة مريم حاليا ابتدأنا بتصليح مادة الفيزياء ضمن المركز أيضا من خلال الجولة على هذا المركز لاحظنا أيضا التزام المدرسين أوراق مادة الفيزياء تحتاج إلى متابعة تحتاج إلى دقة تحتاج إلى تركيز من خلال كما ذكرت الجولة على هذا المركز لاحظنا التزام جميع المدرسين بالمهام الموكلة إليهم والتصليح بدقة متناهية شكرا لك أستاذ مصطفى نخليك تكفي جولتك طبعا متل ما شايفين أعمال التصحيح قائمة والمدرسين كلهم ملتزمين بأعمال التصحيح رح ألتقل لحضرتك نتعرف عليك بداية المواجهة الاختصاصية سهيلة نيراباني المشرفة على مركز التصحيح لمدة اللغة العربية ناخد فكرة عن المركز وقالية العمل فيه قالية العمل أن يقسم العمل إلى ليجان محددين وقسم المركز إلى ثمانية لجنة كل لجنة يشرف عليها أحد المواجهين مقسمة إلى ليجان الورقة التصحيح تقسم إلى لجان معينة كل لجنة يقوم عليها مصححين باللغة بالقلم الأحمر ومدقق بالقلم الأسود وهناك مدقق بالقلم الأخضر يدقق يقوم بعملية تدخيخ على هذه العملية التصحيحية بالنسبة للتصحيح كل مادة فيه إلى لجنة معينة فيها تمام كل لجنة تقوم على تصحيح سؤال معين الورقة الامتحانية تقسم إلى ستة لجان سؤال الأول تم تقوم على تصحيحه لجنة معينة قلمين بالأحمر وقلم بالأسود وبالنهاية فيه قلم أخضر فيه مدرس زائد موجه يقوم على تدقيق هذه الورقة شكراً إليك من تقل إليك كمان الأنسة ليندي بموجهة اختصاصية لغة العربية هذا وقتك الله يسلم أوقاتك ربيعاتك ألف عفية أنسة لينة كل مادة الموجه الاختصاصي المسؤول عنها بيكون موجود بمركز تصحيح كل موجه موجود الأنسة سهيلة موجودة مع لجنة الأنسة عالية موجودة مع لجنة هي عمال بتراجع بالأخضر عمال بتتابع المدرسين عنا 8 لجان 8 موجهين باقي الموجهين إما مراقب دوام أو أمين سر للمركز أو ممثل فرم بيكون مقلوا اللجان المدرس نفسه لعم بيصحح أوراق الشهادة السنوية هو نفسه كمان بيصلح تعليم الأساسي ولا مخصصين كمان طبعاً لكن على التعليم الأساسي بيزيد أعداد المصححين وصل عدد المصححين عنا 296 مصححة حتى الآن التحقوا في المراكز ولسا نحن بحاجة أنه عم نطلب أنه كمان لكن طبعاً من المدرس للمرحلة السنوية المصححين أعمال التصحيح من إمتى بتبدأ من أي ساعة لأي ساعة ساعة سبعة ونص حتى الساعة الأربع يومياً حتى مع العطلة يومياً حتى مع يوم العطلة متمنى لكم التوفيق ويعطيكم ألف عافية رح انتقل هلأ كمان ناخد فكرة عن عملية التصحيح كيف تتم بداية تانية ساعدة أوقاتك أستاذ نتعرف عليك أستاذ طهر رضا مدرس لغة عربية حضرتك هلأ أنا شايفة بإيدك ألم أحمر شو معنات الألم الأحمر؟ تصحيح أولي بالحق التدقيق بالأسود بالحق التخضير هلأ بالدفتر اللي بيجيك ورقة الطالب حضرتك مسؤول عن تصحيح كل الورقة ولا كيف الآلية؟ نحن سؤال تعبير الإجباري يعني سؤال واحد؟ سؤال واحد نعم وبعد ما تخلص من الورقة لون تنتقل؟ للتدقيق أول مرة وتدقيق تاني مرة عند الأستاذ والأستاذ شكرا لك أستاذ بنتقل هون للأستاذ نتعرف عليه كمان بالعافية مدرس اللغة العربية علي خربطلي هلأ هذا الألم الأسود؟ شو كمان؟ بعد التصحيح طبعا نحن نتناول الموضوع الإجباري الذي يضم المقدمة والخاتمة والأفكار والشواهد نحن من خلال عملية تدقيق بالأسود حريصين على الوقوف إلى جانب الطالب في كل جزئية من أجزاء الشواهد أو حتى الأفكار الفرعية والأفكار الرئيسة والنظر في المقدمة والخاتمة ثم نجمع هذه المفردات في وفق سؤال محدد وهو سؤال الخامس بالنسبة للتعبير الإجباري نحن حتى نطمن طلابنا أنه كل سؤال عم بيعدي على ثلاث لجان أنه نسبة الخطأ معناها تقدش ممكن تكون عنا بالتصحيح الخطأ يعني نادرا ما يعني بعد خبرة طويلة في التصحيح لم أسمع بأي أخطاء ربما تكون أخطاء في الجمع لكن في نهايات الأمور لكن في هناك لجال الرصد سرعان ما يتم معالجة هذه الأمور لكن من ناحية تصحيح السؤال لم أشهد ولم أسمع بخطأ واحد خلال عملية التصحيح خلال هذه الفترة طويلة شكرا لك أستاذ هذا طبعا الشيء نحن الحابين نطمن طلابنا عنه أنه الخطأ تقريبا شبه معدوم رح انتقل هلأ هون للأنسين تعرف عليكي أنا استيجري أنا شايفة بإيدك ألم أخضر شو الألم الأخضر؟ الألم الأخضر هي مرحلة المراحل التصحيح المرحلة الأولى بتكون مع الأحمر ومصححين مع الأحمر في دجني هي رئيسة بيكون ماسك الألم الأسود وبعدين بيجي نحن بناخد عينات من الظروف للصحيحات ودقيقات ومن الدقيقة وأخر شيء من الظروف لو مثل الفرق أو المشرف الموجود في المجموعة كمان التدقيق بالألم الأخضر بيكون لسؤال واحد فقط ولا لكامل الورقة؟ نحن نتفق مثلا أنا باخد سؤال اثنين سؤال ثلاثة حسب يعني ما مندقق مثلا أنا ما بدقق كل الورقة لجني أنا بدقق السؤال الأول هلأ حضرتكم المصححين كان في مناقشة للسلالم؟ طبعا كافي مناقشنا السلالم من ممثل الفرق اللي راح لدماشق من دماشق طبعا نحن اجتمعنا دمقاعة وناقشناها من كل الجوانب ومعنى أي أشياء بصير تغيير واتصار مع الوزارة بيخبرونا فيه السلالم بتتم مناقشته بدماشق وهون بيصير كمان اجتماع ليحطوا المدرسين بالصورة؟ طبعا طبعا الكلف اجمالا المخضرين مع المصححين مع الكلف ونتمنى لكم التوفيق طبعا مثل ما أنا شايفين ضمن المراكز الدوام اللي بيبلش عملية التصحيح من ساعات الصباح الباكرة وحتى نهاية اليوم كل سؤال موزع على سلاسة لجان حتى الطالب يكون مطمئن أنه سؤاله بيمرق على ثلاث لجان فالخطأ غير وارد نهائيا هلأ هون نحن بأحد كمان الغرف استاذ سالم تحكينا عن طبيعة عملكون هون بالتعامل مع الأوراق الآليت العمل بشكل عام الآليت العمل نحن استلمنا الأوراق بستة ستة يوم الثانين 2022 طبعا تم تجميع المغلفات تم توزيع المدرسين والمصححين على القاعات كل قاعات في الموجه الموجه هو مسؤول على المصححين وعن الأوراق الموجودة يعني هاي الأوراق صباحا يتم توزيع على المصححين في نهاية الدوام بترجع تستلموها منهم تمام في الصباح ساعة الثامنة يتم استلام الأوراق وتوزيع على المصححين وفي نهاية الدوام الساعة الرابعة يتم استلام هذه الأوراق وتحسب نسبة الإنجاز وترفع إلى الوزارة شكرا إلك أستاذ طبعا مثل ما شفنا هذا العمل ضمن أحد مراكز التصحيح طبعا بمدينة حلب ثلاث مراكز اللي هن مدرسة أحمد السبسبي معهد الاقتصاد المنزلي ومدرسة السيدة مريم ثلاث مدارس مخصصة لتصحيح أوراق الشهادة السنوية والتعليم الأساسي موزعين المواد على المراكز الثلاثة بالإضافة لتوزيع المصححين اللي عملوا مثل ما عرفتوا معنا دايما من الصباح وحتى الساعة الرابعة حتى أيام العطال ليكونوا طلابنا مطمئنين على أوراقهم الامتحانية بأيدي أمينة بأيدي أمهاتهم وأبهاتهم اللي عم تعملوا مع الورقة كأن هي ورقة لأحد أولادهم ملتزمين بسلم القلطة صحيح لحتى تكون العملية الامتحانية ماشية بالشكل المطلوب وكل طالب يأخذ حقه ونسبة الخطأ منرجع منكرر أنه هي تقريبا شبه معدومة تمنياتنا لكل طلابنا بالتوفيق بإكمال امتحاناتهم وتمنياتنا لهم بالتوفيق كمان مع عمليات التصحيح اللي إن شاء الله بتنتهي وبيكون نتائج طلابنا كلها نتائج جيدة هذا كل شي كان عندي اليوم ومنرجع لزملئنا بالستوديو شكرا جزيلا لك زميلة نضياء قدور كنت معنا من حلب وإضا أطلعتنا على سير عمليات التصحيح في مراكز حلب وهي أسوة بغيرها من المراكز الأجواء فيها هادئة مريحة وأيضا نطمئنينا على أن الورقة الامتحانية تمر على أكثر من شخص آلية انتقال هذه الورقة وأخذ عينات عشوائية أيضا للتصحيح لضمان جودة عملية التصحيح بشكل كامل وآلية استلام وتسليم الأوراق كل هذه التفاصيل ممكن أن تهم الكثير من الأهل بيطمئنوا على علامات أبنائهم رح نكمل معكم مشاهدين لكن بنا نروح معكم للسويدة أيضا من أحد مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية وأجواء من سير عمليات تصحيح هذه الأوراق مع زميلتنا سماهر نعم مرحبا بكم زملائي في الاستجاب المركزي وزملائي المراسلين في باقي المحافظات وطحية طيبة لمشاهدي شاشة خضائية التربوية السورية بالتحديد برنامج ورسلوا التربوية جهود حتيثة تبدل من قبل مديرية التربية في السويدة لضمان سير أمثل العملية الامتحانية امتحانات الشهادات العامة لشهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية العامة لدولة عام 2022 وأيضا هناك جهود حتيثة تبدل من قبل مصححين مادة أو المواد كافة لإنجاز أعمال التصحيح طبعا تفضيل أكثر عن سير عملية التصحيح لبعض المواد أنا اليوم في المدرسة الشهيد توفيق مزهر بمدينة السويدة وهناك تصحيح لمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية تفاصيل أكثر طبعا عن سيد العمل وعن سلم التصحيح حالتقل بعض المصححين يعطيك العافية الله يعافي لو سمحت أول شيء بدي رأيك بأعمال بالسلم التصحيح بشكل عام السني سلم التصحيح فينا نقول يعني مختلف شوي عن السلام القبل عموما سلم جيد يعني في بعض التفاصيل إذا قلنا كنا نوقف عنده ممكن نتخسر الطالب العالمي السني هاي لأ بشكل عام في علامات جيدة أو بالأصحي التفاصيل نوقف عنده بشكل أدعق فمثلا بسؤال القواعد في عندي مثلا طالب إذا مش مرتب السؤال بشكل صح فنحن عندي توكيد اللفظي وتوكيد المعناوي مرتب التوكيد اللفظي حاطي محل المعناوي وثنين صح ومش موضح فخسر هالمرة درجي درجي كان قبل يفسر العالمي جدا هاي فينا نقول إنه فكرة جدية بالتعبير كمان كان الطالب يفترض إنه يسمي الفكرة أولا طبعا هي قال لي يفترض نحن نشتغل عليها بشكل صح بحيث إنه المنهجين عم نشتغل فيها معقلها ابنا بالصف نتوافق عليها بشكل كامل صار فيها تسهيل شوي النقطة الأفضل واللي يعني إحنا كثير كنا مبسوطين فيها تحديدا بالتعبير إنه هني أخذوا بعين الاعتبار الموضوع النمطي يعني هاي النطاط والفكر الجاهزي القوالب الجاهزي اللي عب تباع بالأسواق بشكل عب تتعتم على عقل الطالب تماما عب تمحي عقل الطالب بقول له خد حفاظ يا أم عبيرشت يا أم عبيرحفاظ عن صف البصل عب يجي صبه صبه أحيانا فيه طالب مش عارف ربه وين خط نعم عب يشتغل على فالسنة السلم كان لأ الحمد لله يعني بشكل أفضل إنه آآ وقف عند هاي النقطة إنه فيه قوالب جاهزي آآ نعمل على أنه يتضغل مسالح الطالب بأجواء التصحيح والصعوبات اللي عم بشكل عام إنه إحنا الجميل بالموضوع إنه إحنا دائما مستنى هذا الموسم بس أنا أتقل مع بعض وخطم هالعلاقات الصيدة بين سنوات بس الصعوبات تحدث ولا حرش إذا بدي أحكي بدي أحكي شغلات كثيرة أبسطة يا غيرت بس تشوفي لي هالولد اللي قاعد هون على الكرسي هون يعني هاي وحدي من معاناة الأمهات اللي عابي صحفهم معنا آآ كثير آآ زميلات عندهم أولاد آآ شي منه بالبيت شي منه تركتهم ومشعار في هالولد شو عمل شو ساوى إلى أخليه طبعا في اقتراحات كثير من الصدايا إنه إحنا إذا قدرنا نلاقي حلّة مثل هذا الموضوع على الأقل ينتقى حدا يقسي يحتضن هالأطفال بفترة هالتصفية شغلي ثاني إحنا مناطق بعيدي آآ آآ مين حضرتك؟ أنا لا أنا بالسويدة بس اليوم بالسويدة أنا بالسويدة وقفت أكثر من نص ساعة نلقيت السيارة أو بس لا تكاسب ولا هلق الكلفة المادية على المناطق البعيدي حتما إحنا بالسويدة مقبولة لغاية هون في مبرات مدينة السويدة؟ في بشهبة في ناس آآ يعني في ناس من صلقة في ناس من عرمان حكتها صراحة إنه إحنا بننجيب سيارة خمس تلاف لير إذا بدي أخذ سيارة روح أولي شعبها هاي من أحد الصعوبات اللي أنتو عم بالواجهة هاي معلومة يعني على أقل تقدير يعني هذا اللي عندي بس سمنا لكم كله بتاغون ألف أتقي بالأستاذ هون يعطيك العاتنين يعطيك العاتنين اسم حضرتك؟ مع النصلي يعني اليوم في أهالي عم بيتابعونا في طلاب عم بيتابعونا كيف بتطمنن عن هالسلة؟ والله السلم مريح بشكل عام مع أنه مال تساهل أكثر من الجدي بشكل عام كان كثير سلم مراعي معظم طابقات الطلاب يعني حتى الطالب الضعيف بيقدر يجاوب على هاي الأسئلة بالبساطة للأسف طبعا نحن نحب نوجه أنه اللغة العربية بالذات عم بتعاني خصوصا بالفترة الأخيرة سواء بالمنهاج أو سواء بمستوى الأسئلة أو بسلالة متصحية فيارت نحن نتعمل مع اللغة بشكل أقوى كيف عم بتشوف مستويات الطلاب؟ والله مستويات متفاوتي جدا يعني أحيانا ما العلم أنه نسبة الطلاب الجيدة عم تكون قليلة جدا يعني عم مر معنا أوراق كثير طالب مستوى دون الوسط أما الأوراق اللي عم تقول لا نعم بتطممنا كثير على المستويات ولا في شيء تفاوض لا هذا شيء طبيعي على فكرة طبعا لا تفاوض كثير وللأسف تفاوض لصالح النسب الأبعب أما الطلاب المتميزين صاروا قلال جدا يعطيك العافية شاهدين كما نرى أعمال التصحيحة مستمجة ضمن هذه القاعة أيضا سألتقي بأحد المساححين يعطيك العافية الله يعافية اسم حدثت؟ تمارة الحج أهسة تمارة قبرنا أول شيء كيف عم بتشوفي سلة متصحيح؟ يعني مقبول سلة متصحيح يعني مراعي وضع الطلاب أو مستويات الطلاب فينا نقول وأنه حط الطالب الضعيف قادر أنه يعني أنجز بهذه الأسئلة أو يشتغل فيها هل لقى أنا مثل ما بعرف أنه في مراحل تمر فيها الورقة الامتحانية نعم من قلم ثلاثة قلاني يمكن أو ثلاثة ألوان خطينا عنها نعم لسا نحنا منبلش هون بالقلم الأحمر أنا والأنثة نوها نحنا لجني هون السؤال الثاني مستهمين السؤال مستوى الفني نعم منبلش بالقلم الأحمر منصاحكه الأنثة نوها بتدقق وراي بالقلم الأسود نعم نرجع ونعطيه للأستاذ معان بالقلم الأخضر هو المدقق يعني هيك ترسيلة هل مراحل إذن منصف للطالب لحد ما يكون في أي خطأ؟ طبعا وأي سؤال أي شيء أي مشكلة عم توجهنا عم نتشاور نحنا والأنثات وعم نروح لعند أستاذ معان كمان وعم ننتقل على التوجيه كمان عم نشوف إذا أي مشكلة واجهتنا مشان مصلحة للطالب طبعا نحن نلتقي بالأستاذ أكرم الحسنية معاه المدير التربية للتعليم الأساسي أستاذ أكرم يعطيك العافية أهلا وسهلا حدي اليوم حضرتكم بجولة على مراكز تصحيحة واشيما نقولهم كمان يعطيكم ألف عافية كيف عم بتشوفوا سير التصحيح؟ أولا أهلا وسهلا لكم مراكز تصحيح مراكز تصحيح مراكز تصحيح موزعة على مراكز تصحيح هاي المراكز متمركزة ضمن مدينة السويدة طبعا نحن بمركز تصحيح اللغة العربية تم إنجاز بعض المواد التصحيح وحاليا نجاري العمل على تصحيح اللغة العربية التربية الإسلامية اللغة الإنجليزية الرياضية بدأ العملية التصحيح زملائنا مشكورين ومأجورين على قعبهم وقدومهم حتى وعلى حسابهم إلى مراكز التصحيح هناك بعض المعانات بمراكز تصحيح غلط العباد بسبب غلاء أجور النقل إن شاء الله جار العمل على تدليم هذه الصعوبات لزيادة عدد المصحيين لإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن وبدقة أتواجه من خلالكم بالشكر جزيل لزملائنا المدرية التربية السويداء على الدقة والمصداقية للتصحيح وهم ملتزمون بشكل كامل بسلالة التصحيح وبتوزيهات وزارة التربية أهلا وسهلا بكم أنا قبل ما أعمل اللقاء مع حضرتك فطلعت آراء بعض المصحيحين فعلا كان في معاناة طرحوها هي مشكلة النقل عم بحطوا تكاليف كتير كبيري لحتى يوصلوا لهون وهذا الشيء أحيانا عم يمنع البعض إنه يجي وكمان كان فيه إحدى المشكلات اللي تريحات إنه يعني فيه إحدى المصحيحات جاي بابنه صغير معه ما فيه مكان تفتوه فمثلا ما فيه مجال إنه يكون فعلا هاي الأمور فيه إلى حلول بفعل على أرض الواقع يعني حضرتك فرحت مشكلة النقل وقلت إنه ممكن يكون فيه حلول تمعرفنا شو هي الحلول بممكن تكون يعني تقريبا صاروا نصف المدة إن شاء الله تبرم من يوم الغد إذا الله راد سوف يتم نقل المصحيحين إلى مراكز التصحيح إن شاء الله بالنسبة للمشكلة الثانية هي مشكلة عامة خاصة في فترة الصيف تهيئ العام الدراسي بعض الأطفال قد يوجد أو يتم إحداث غرفي في مراكز التصحيح إذا سامحت وزارة التربية إحداث غرفي ضمن المراكز لتكون مثل الروضة في المدارس العادية شو المواد اللي عم بيتم تصحيح حاليا؟ حاليا اللغة العربية التربية الإسلامية اللغة الإنجليزية الرياضيات تم الانتهاء من الدراسات الاجتماعية للصف التاسع هذه المواد متواجدة بين أيد الزملائنا وهم يبدؤون أو مباشرون بالعملية التصحيح بأوراقهم يعني المادة اللي انتهيته منه فقط اجتماعيات والباقي قيدة الاجتماعيات على وشكل انتهاء المادة الفلسفية أهلا وسهلا أهلا وسهلا مدير التربية المساعد للتعليم الأساسي يعطيكم العافية وأهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم الآن سنجلق شوفي حكينا رو سمحتي عن سلالم تصحيح سلالم تصحيح جيد لصالح الطالب بشكل عام سلالم مراعي الفروق الفردية بين طلبي بشكل عام جيد جدا عملي التصحيح تصير بشكل جيد لكن يعني ما نعاني منه هو عدم وجود مصاححين عدد قليل كما تريد هاي نفعل صرحوها بالفعل ان شاء الله يكون في حلول نتيجة النقل يعني متكلفة النقل كل الشخص نأمل ذلك أهلا إذن مشاهدين كما ذكرنا سابقا بأن هناك جولة من قبل مدير التربية في هذا المركز لإطلاع على سير أعمال التصحيح كما نرى طبعا الأستاذ أكرم حسنية وسيدة لينا حمضة ومعاون مدير التربية للتعليم الثانوي أهلين اللي أعطيك اليوم مثل مع مجهوب حضرتكم في جولي على مراكز تصحيح كيف عم تشوفي أجواء التصحيح؟ أجواء التصحيح طبعا زملائنا المدرسين مشكورة جهودهم يقومون بدورهم بشكل كامل كلنا نعلم بأننا نعاني الآن من في أكثر من تحدي أمام زملائنا المدرسين ولكن الحمد لله الكل يشعر بواجبه ويقوم بواجبه بالشكل الأمثال تسهير بشكل هادئ يقومون بالعملية على أكمل وجه بالالتزام بالسلم التصحيح بكل دقة هذه الأوراق طبعا هي أمانة بين أيديهم نتمنى النجاح والتوفيق لزملائنا بمهمتهم هذه التي تعتبر طبعا مسؤولية على عاتقهم وعاتقنا يعطيكم ألف عافية ويعطيهم ألف عافية اليوم في مشكلات انطرحت من قبل المصاححين عطينا الأستاذ أكرم حسني بسطورة موضوع النقل عم بيكون مكلف موضوعين بدي يحطوا ولادهم أيضا عم بيكون مكلف هناك دراسة والآن طبعا تم اتخاذها بنقل المصاححين من مجموعة من المجمعات لتسهيل وصولهم إلى المراكز التصحيح وإن شاء الله أنه نقدر نأمن المعظم والعدد الأكبر من المصاححين للمصاححين للمصاححين إلى هذه المراكز على المجمعات يعني على المجمعات؟ على المجمعات في عنا بعض المجمعات لنقدر أنه نأمن هذه بعد جهد وبعد تنسيق كامل فإن شاء الله أنه نقدر أنه نأمنهم بالوصول إلى هذه خاصة أنه ما زالت العملية الامتحانية سارية وهناك مراكز امتحانية يتم تأمين المراقبين ورؤساء المراكز ومناء السر اليوم بنا نستثمر وجود حدثت نسألك عن الأجوال الامتحانية لامتحانات شهادات ثانوية العامة والأساسي كيف عم تكون؟ الحمد لله الأسبوع الثالث في الامتحانات والأمور تسير بشكل هادئ وصحيح وإن شاء الله نتمنى النجاح والتوفيق لأبنائنا والطلاب سيدنا حمزة مدير تربية المساعد للتعليم الثانوي كل الشهر أهلين يعطيكم العامة طبعا المشاهدين كما رأينا أنا اليوم في هذا المركز أيضا هناك الأستاذ معنا عز الدين رئيس شعب التوجين الاختصاصي يعطيك العافية أهلين الله عافية أستاذ معنا حضرتك موثل الفرق؟ لا موثل الفرق عن سكرول كيف عم بتشوف سلة متصعيطة في كونه واختصاصك عربي كمان؟ السلة موضعة بما يخدم الطالب بحيث لا يضيع أي جزء من علامة على طالب درسه وتابع دراسته الأسئلة لم يكن فيها أي اشكالية وبتالي سلة منعكاس لهذا الواقع من التوفيق لأبنائنا أهلا بك كل الشكر لأي لك إذن كما رأينا أنا اليوم في مركز شهيد توفيق مزهر طبعا لتصحيح مادتين اللغة العربية والتربية الدينية لمرحلة التعليم الثانوي وأيضا لمرحلة التعليم الأساسي طبعا مشاهدين بالتزامن مع هذا التصحيح هناك تصحيح لمواد عدة منها الفلسفة منها أيضا الفيزياء والعلوم العامة هناك انتهاء من تصحيح مادة الاجتماعيات وأيضا شارفت مادة الفلسفة على الانتهاء أو شارف المسححون مسححون مادة الفلسفة على الانتهاء من تصحيحها هناك توجيهات من قبل مديري التربية وهناك أيضا الالتزام من قبل المسححين بتوخي الدقة أثناء عملية التصحيح تمر الورقة الانتحانية كما رأينا على ثلاثة أو ثلاث مراحل لتوخي الدقة ولإعطاء كل طالب حقه أيضا هناك توخي السرعة أيضا وعدم تسرع لتسليم الأوراق في الوقت المخصص وفق التعليمات الوزارية كنت معكم أنا سماهر دانون من وراء الكاميرا منيس الشيح فأعود لكم زملائي في الاستوديو المركزي وأجدد التحية لكم وللمشاهدين شكرا جزيلا لك زميلتنا سماهر دانون كنت معنا من السويداء وأطلع طينا أيضا على واقع سير عمليات التصحيح في هذه المحافظة أيضا المشكلات التي يتم رصدها من خلال هذه التغطية نتمنى أن يتم حل بأسرع وقت ممكن الأجواء والبيئة المريحة تؤدي إلى نتائج مريحة أيضا وعدم المساس بالجودة والسرعة وعدم التسرع مثل ما ذكرتي في إصدار هذه النتائج كان مع زميلتنا سماهر إذن ختام رصدنا في هذا اليوم لسير عمليات التصحيح في مختلف المحافظات السورية مثل ما شفنا أجواء هادئة أجواء مريحة والتزام كبير من قبل المصححين بسرعة وعدم التسرع بلية شكر زملائنا اللي كانوا معنا ورافقونا بجولتنا لليوم ضياء قدور من حلب ياس إيشو من القامشلي وليد سلطاننا من حما وأخيرا سماهر دنون من السويدة ونور والنوس من حمص كل التحية لكم زملائنا في ختام هذه الحلقة مني ومن فريق العمل كل التحية كانت معكم رشا عامر في الأعداد عبد الكريم شوربة في الإخراج إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر